يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة الزمالك بسطنا وفرحنا وأسعدنا فوز خارج الأرض في زهاب الدور التمهيدي الثاني بالكونفيدرالية الأفريقية صاحب اللقب فيها وحمل اللقب فيها هو نادي الزمالك يفوز اليوم على الشرطة الكيني بهدف دون رد هدف لمين؟ هدف لعبدالله السعيد في الديئة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوت الأول دي أسة أربعين يعني أداء كان مميز وجيد في الشوت الأول للزمالك الشوت الثاني بطبيعة الحال الفريق الكيني حاول يباغت الزمالك في أكتر من فرصة خطيرة ولكن قدر الزمالك في النهاية يحافظ على الفوز وسلاس نقاط مهمة جدا في بداية الموسم مهمة جدا هتقول لي مهمة عشان كده الزمالك بيضع قدم في دول المجموعات هقول لك القدمين في دول المجموعات إن شاء الله سهلة يعني بسيطة يعني في القاهرة الأمور هتبقى أسهل وأسهل بس هي مفيدة ومهمة عشان الزمالك يبدأ موسم وهو مبتسم مبتسم الزمالك كان محتاج فوز زي ده في بداية الموسم فوز كده يفوقوا فوز كده يحطوا في الجيم السنادي الموسم ده مش بس أفريقيا أفريقيا ومحليا ويرجع الزمالك يفوق تاني ده الزمالك بشكل عام والنهاردة الأداة زي ما قلت لك الشوت الأول كان معقول جدا الشوت التاني كان بطبيعة الحال أقل يعني خاصة إنه الفريق في بداية الموسم بدانا لسه الفريق ما اكتملش فريق كيني كان عنده ردد فعلي بطبيعة الحالة على أرضه فتمام تعدي المهم إن انت اكسبت النهاردة بس أنا هقف كتير جدا جدا